انطلقت على ملعب المرحوم عبد الرحمن البكر باتحاد الكرة تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ويأتي التجمع المبكر ضمن استعدادات الأزرق لتصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لنهائية كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا في الصين 2023 حيث من المقرر أن يستضيف الأزرق في الجولتين الأولى والثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية منتخبين بالوستراليا يومي الخامس والعاشر من الشهر المقبل